شكرا لكم مرحبا حاتم المليكي لنا نشطة لسياسي مرحبا بك شكرا لك على قابل الدعوة مرحبا مرحبا وتحييلكم مستميم وزيك اغسي حاتم نحب نرجع معاك وقلنا نحكي مع حاتم المليكي على موضوع قرارات حماية للدولة التونسية قرارات هذه قرارات مهمة بالنسبة للدولة التونسية دولة تونسية تحب اه على خلفية كلم زيادة رئيس جمهورية تحب هي تكون قادرة انه تحمي نسيجها الصناعي وانه ترد بالها من انه التجارة اللي بشتغل لها تكون تجارة ما تدرش كذلك بالتجارة التونسي وهذه النية لكن في الاثناء اتحاد اوروبي يتحرك يقول عندي شوية مشكلة انا مع قراراتكم يا تونس شو قرارتك للموضوع تفضل؟ هذا مثال اخر معنا من الامثل يتبين ضعف الكفاءة في ادارة الشأن العام انت تحب تحمي المواطنين ستقول عندي اهداف الهدف اللي هو ان نحب النقص من العجل في الميزان انتجار والهدف الثاني نحب نحمي المواطنين وصحة المواطنين من المواد اللي جادة تستورد من بره اذا كانت تحب تحمي صحة المواطنين امشي للسوق الموازي خطر ذي كفاهة توريد عشوائي ما يتمش المراقبة الاقتصادي علي انت كان بالحق حاجتك تحب تشوف شامبوان فاسد ولا لا ولا شاري تون فاسد ولا عندكش شوكولاتة فيت الوقت متاحها غالبا ما كشفش تلقاها في الاستيراد عملية التوريد اللي تتعدى على البورد تونس وتتعدى على رقابة الاقتصادية لك امشي للتهريب وتلقى فيها المواد الضرر بصحة للمواطنين فاهم استيلوغات وفاهم مراق يجيوا من سيركوية تخرين ما تمشيش للبرتية هذيك خطر البرتية هذيك تلقى مراقبة الاقتصادية ايه ما حتم ليكي هذا زيادة رو خلف زيادة نوع من ال نمشي بارتوه فانت كونتش دولة دولة مدعوة انها عندها دولة ما عندهاش كن رقابة ينجي يكون عندها رقابة ينجي يكون عندها فكرة انه هي اتحد من المواد المضرة لكن في الوقت عندك تجارة حركة في حركة ثلاثية في المنطق وانه هي المواد اللي عليها ريسك سانيتير اكثر معنا ممكن تكون غير مطابقة المعايير الصحية ماشي بخزنة بالاقداج جات في بلاسة هو اكسبوزي للشمس قاعدة تمدها وفازدها هي المواد اللي قاعدة تم في السوق الموازية ماشي المواد خطر ذيك ما تحضر ما يشترع حتى معايير حتى الانجي بي متاحها ما عنداج خطر نجي تصنع في معمل في الصين تصنع في معمل في الهند وميراقبها حتى 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 تتعادل السيكوية احنا نعرفوا لي رياليتي دي باي نعرفوا بلادنا كمش نقضون خامو هكا مزي ما تكملت شانا ثلاثة نقاط بديت منهم واحدة دونك إذا كانت تحب تخدم برش على المسائل الصحية اخدم أكثر على السوق الموازية واخدم حتى على السوق العادية مثالش إذا كان ثم مخالفات في البرت وانه في المناطق الحدودية حاجة ثانية انتي تحب تطور في الميزان الانتجاري متاعك حقك وضحق أي دولة مش انها تخرج من حالة العاجز بيزان الانتجاري قلت لك المرأة انا عندي سبعين في المية ما نجبش نتحكم فيه مخاطراتكم لازمين عندي ثلاثين في المية خذت منهم مجموعة من المواد اللي باش نخدم عليه لكن اللي نسيته هي الدولة اخدم على حاجة أخرى زيادة نقص واخدم على التصديق انتي لتحكي فيهم من كل كان يحكي لك عنهم زياد خمسمائة مليار ممكن يصيروا مية تلف طرناتا متاع زيت زيتون وكانت تعلبهم وتبعثهم تبابز ما تبعثهم شون فراك تو تصور نفس الفلوس اللي موجودين الحاجة الثالثة إذا كانت تحب تاخذ إجراءات وذي قيمة العمل الديبلوماسية لشنقول لك الكفاءة ضعيف إنك تتشاور مع الشركين متاعك في القائمة متاع المواد وتتشاور في الإجراء اللي موجود وتخلق له مقبولية عند الشريك متاعك ما تجيش تنشره وتحطه قدام الأمر الواقع وتدخل في صراع دونك كانوا عندك إدارة هذي مشكلة تونس راو ما نعرفوش نسيره بلاهت كان عندك مشكلة صحي برا مشي لو جعل السوق الموازي كان عندك مشكلة متاع ميزان تجاري اخدم على التنقيس من الواردات وزيادة في الصادرات كانت حب تنقص في الواردات أحكي مع الشركين متاعك وشوف الإجراءات متاعك وتفهمها معها مقبل ما تنشره آما إنك تجي تطور تقول راني نحب النقص في ميزان تجاري حتى النقاش العام في البلاد ما هادش نقاش عقلاني ورزين متاع دولة عندها مصالح اقتصادية حقيقية يدفع المصالح عمتها ماذا بينا بلادنا يسيروها عباد تسير حقيقي هو زادة اللي قاعد قال حت من المليكي شبينة شبينة فخيلو شبينة نرع شو في ساعة زادة معناها هما بيدهم ياخذوا قرار حمائية وهما بيدهم يردوا بالهم على شنو يدخلوا شنو يخرجوا شيبيعوا شيشريو وهما بيدهم دونك الهنا برشة زي ملاحظين قالوا ريد كيفاش معناها أصبعنا تحت الزرس وكي يبدأ أصبعنا تحت الزرس يا أخوية أي حركة تعملها يجيك يقول لك شبيك تحركتش تحب عندي أي هذا زادة حان الوقتا لتونس يمكن تتحرك شوية وتعرك فيش تحرك ثلاث حاجات يطلح حراجات يخلوك في الوضعية هذي الحاجة الأولى ما عندكش قيادة ليدرشيب واضح يعطيك تصورات واضح كيفاش الخطة بشي يعملها وانتي توقف وراه وتسند وتدعموا به لك فهموا تقريبا منش فهم احنا فهمش حتى بعد في تونس فهم رئيس الجمهورية شو يحب يعمل مانا كان ربي سبحانه فهم وواقه الحاجة الثانية اللي يتخليك ضعيف انك مقسم من الدخل على قد ما تكثر مقسماتك من الدخل يختملك على مقسمات اللي عندك في الدخل الحاجة الثالثة ماكش تعطي في قيمة لإطاراتك باش ينجموا يتفاوضوا ويحكيوا مع العبيت الناس اللي كل خايفة تعمل حاجة اللي ينحيوا من البلاسة متاعوا ويقعدوا خاص دوك إذا كان إدارتك مترددة وضعيفة وما يش محمية متحش بالأمان وإذا كان بلادك مقسمة ونسب في بعضها ليل ونهار وإذا كان ما عندكش قيادة على مستوى الدولة يكي ميش تحب تحارب العبيت الاقتصاد حارب راح هذا الحقيقة ما نجمش نقول حد شي فيه معاك صحيح؟ قليمك صحيح؟ ما نجمش حاربا وقتل المفوضية تقول آربة المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء البارح في رسالة وجت بها إلى فضيلة الربح وزير التجارة والتنمية الصدرات عن قلقي قلقي الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإجراءات تقييد استيراد التي أعلن عنها مؤخرا في تونس عبر رسالة الإعلام قائلة أنا أحد الإجراءات دخلت حيث التنفيذ بالفعل في 17 أكتوبر كلمتين أنا هون يحيروني شوية يخي الاتحاد الأوروبي يسمع بهم في الإعلام يقول حسب ما قيل في الإعلام وفي الأثناء يقول عن قلقي الاتحاد الأوروبي يخي ما فيبالوش بهم قبل الاتحاد الأوروبي مدام العبارة وردت بالطريقة هذه معنا ما شارش مشاورات رسمية علمو المعلموشي نجم يكون في بالو بشوية كأخبر رجل ولا غير ولكن ما صارش مشاورات رسمية قناويت رسمية للإستشارة أنت وانت عندك شريك يا بتونس قول كناسية دي نعمل نحب في بلادي هي عمل تحب في بلادك في اللخر أعملو أما عملو بالقدي ما تعملش مشكلة في بلادك تحب تعمل حاجة باهين في بلادك أعمل حاجة الباهين ما تعملش مشكل للروحك ويحلولك أفضل مشكلة ديك معاك أنا في الإجراءات الحماية بالنسبة للبلاد لكن عندك سؤال الأخر الكبير أنت بيدك خاف على بلادك ما تخافش المنتوجات هذوم يعود يدخلو لك من السوق الموازية ومش يدخلوا من السوق الموازية ومش يتواجدوا في السوق التونسي وما همش مشاقع مراقبتهم الصحي وما همش مشاقع مراقبتهم اقتصادي ما تخافش أنت على الفلوس اللي خسرت هذيك الدروات الدوان اللي كنت تأخذ فيهم احنا كنا مفتخرين نقوله عام 2021 عملنا ركور في الدروات الدوان وصلنا 8 ألف مليار اللي عاونه بارشا ميزاني تونس كانت تذكره قبل مدير عام الدوانة كيف يحكي على إنجاز عظيم حققته تونس اللي جاي من المداخل الدواني والدروات كونسومسيول تخفي على المواد هذيك زي ما كوش تخسروا أنت كدول احسب حساب الربح والأخسارة وحساب العلاقات الدولية وحساب الاستهلاك التونسي رو قيادة بلاد ري مش حاجة عام تاع واحد يوسع فيه بال ويسير فيه بلاد ري من أسعب المهنة وما تخليش الواحد يرقض الهناء خلينا نقول حاجة إذن سلمليكي لا مجالة للارتجال كتاخو قرار بهذا المستوى يجب يكون مدروس بجميع المستويات اللي كونت تقول فيه أنت مهم قاعد تقول اللي أنا نرمحوا بهالأجراء زي ما ما نخسروشهم بعض في الرقابة في الرقابة اللي أنا مانيش قادر أن ينكون على مستوى الرقابة الرقابة الديوانية وعلى مستوى الرقابة رقابة التهريب الكل هذك بش يدخلي من البراليل اليوم حير شوي يا زي كذلك أنه يدعو الانتحاد الأوروبي في هذا الصدد إلى تعليق تطبيق الإجراءات هل يعقل أنه الانتحاد الأوروبي يكلمني ولا أومسي يقول لي علق هذه الإجراءات أغزر أحنا وصلنا في تونس ما رحل من نوع هذو أنا برشا مرات تخرج بيانات تتذكر أنت مثلا تقرير لجنة البندوقية جاوب عليه رئيس الجمهورية وصحتهم وقالوا مخرجوا من هنا لك مش تخلصوا نهار في النهارات تونس تخلصوا ذلك قرار الاتحاد الأفريقي المحكمة الأفريقية بأنه اللي صاير في تونس غير قانوني وغير دستوري وعلى الدولة التونسية في ظرف عامين أنها تسوي الوضعية وترجع الوضعية الدستورية يبين قرار سهر وفيش حتى مش أما لك مش تخلصوا نهار بعد ستة شهور بيجي التقريير ستنا قصدك أنت اللي ينفخوه يرجع لنا معناها صحيح أنت أعمل أش تحب أما في الأخر بالكل مش يحاسبوك على اللي عملته إذا كان أنت أصدرت قرار مش تمنع موات من الاستيراد المتاحة ولا تعطلها في الاستيراد المتاحة رو أنا زيتك هادولة عندي إجراءات النجم نستعملهم غدوة رو النجم نطولك في الإجراءات متع التصدير متع المواد اللي أنت تستورد فيها غدوة رو نجم نعملك على بعض الصناعات اللي أنت محتاجهم اللي أنت مستحق معك 70% رو الحزبة دي فيها كل أخسارة صافية مش تخسر دروات دوال مش تخسر دروات كونسومسيون عندك شركات تنسية تخدم في مجال التوريد والنجوصة انتناسيونال ديجاء بعد مخرج قانون المارين تالفين وثين وعشرين ميتين وخمسين منهم خرجوا خطر حطولهم أي مرة أخرى حاتم الملكي مثالش الفكر هو أنه أنا زادة إداية مقيدة في بلادي تجعني أنا كيفاش نعم نشنو نهز تلفون أنا نكلموا في المفاوضية نقولوا راني في البراميديكال لازل حاب نعمل كذا وكذا ما تكلموش كاكا كلموا قولوا زيدني في الكوتان 60.000 سنراتم زيت زيتون زيدني في الكوتان أنا روضعيتي المالية توف تستوجب أنك تعتوني كوتا أكثر طلعني لـ 80.000 وخليني أنا نلتزم من توا باش نخرجهم لك معالبين ونخرجهم لك في دبابز مش يربحوني ألف مليار اخدم معها للدجلة اخدم معها تصدير المنتوجات حل بريش أخرى للتصدير وتكلم معاه وقوله وراء مش ناخذ إجران تحت 6 شهور 7 شهور على بعض المواد باش ننقص في التوريد متاحه ولكن هذا رو ما يمسش من التزامات تونس ورو تبقى علاقاتنا الاقتصادية علاقات ما زالت هي بيها اخدم خدمة باش القرار متاعك يقبل شعبيا خارجيا داخلين وما يعطيش أثار سلبي راي خدمة يا ليس لو كيما أنت تحضر ليميشيون متاعك وتعرف شكو مش تنفيتي وعلى شو مش تحكي ومش تخدم رايك تشد رئيس جمهورية رايك تخدم رايك تخدم رئيس جمهورية رايك تخدم رايك تخدم رايك ماشين للإفامي لكن في الأثناء نقولوا احنا مع السعودية في قرارها وانترطان قرارها لتقليص الانتاج وانترطان فما السياسة والسياسة موجودة في مجلس إدارة الإفامي ومالمفروض نكونوا قادرين على ونكونوا قادرين على أنوا نبيعوا زيادة كذلك قراراتنا لنوين ناخدوها على امتداد للسنوات شنو أرأيك في الاتفاق على مستوى الإفامي بأ لذا حاجت حاجة طلب معابي ولا شنو هي قلبي معابي بالجول اللي ما تقيلتوش الدولة التونسية للمواطنين كيفش تسكرنا 2022 يعني أنت ما عندك 750 ألف مليار ذو ميزانية ما حققتش منهم الـ 20 ألف مليار اللي أنت بشتنويت بشتتسلف 7500 اخذيتهم من تونس من البنوك التونسية اخذيتهم لكن عندك مشكلة كبيرة تم مدام انت بشتسكرها ميزانية 2022 ما حقيت لك شروع على الزيادة في الأسعار وما حقيتش على البترول كي زاد وش بش يتكلف التونس والمصاريف الإضافية بالنسبة لتونس دوق انت مدام ما خذيتش فلوس مدة 2022 ما يجات عندك وزيرة المالية قالت لك لو لزمنا اتفاق بربع مليار دولار معنا فمي في اخر 31 محيقة ما قالت اللي هما البنوك تونسي دوق أجلنهم كل الديون اللي عندهم ومخلصنا همش فيها وين وصلتنا الوضعي لهذه حسب الاقتصاديين سيد عزدين سمعتوك نهار يقول البنوك عملوا 90% توا اكلوا مواردهم الذاتية كياكلوا مياه بالمياه ما همش بعد برشة مواردهم الذاتية مش يدوروا على الوداء على المواطنين ودايا على المواطنين معناها أنا حاجتي بفلوس من يقول همش خاطر الوداء يخرجوا البنوك همش خدمتهم يا أخو من عندك فلوس ويمشي يقرضها ولكن شو الاحتمال اللي يخدم عليه اللي ما يصيرش بنسباله أنه ما يجونيش الموضعين في نفس النهار يزبر الفلوس متاح حتى كان جو لأخرين ما يقوش الفلوس متاح حاجة ثانية ما يخلصوش مزودي الدول تبع ناس داخلت الحبس تبع ناس ما نخلصوش ولكن نحكي مع ونتفق معهم أنه ما يخرجوك على المرش اللي موجود فيه مش معناه هواحد يدخل للحبس يدخل للحبس خاطر ما حلصوش أنا لو كان نخدم مع الخواص نعقله ونبيع له ونخلص الناس في شيكاتهم وندخلش الحبس أما أنا ما جمش نعقل للدولة شكول الأخرين اللي ما خلصوش اللي ما خلصوش قتلك البنوك وهذا رو في مشكل الأخلاق كبير عبارة أنت جيتني لياز قتلي حاتم بليك متعادي خلص لي فاتور قتلك أنا ري خالص وهي ماش خالص خاتل الدولة صرحت أنها خلصت ولكن هي ما خلصتش هزيتهم من 28 و32 شكول الأخرين اللي ما همش قاعدين يخلصو اللي ما خلصوش في تونس اللي هما المؤسسات العمومية اللي يتحقق في خسائر للأسف ومش قاعدة تخلص المثال الأكبر ري صار للجمعة اللي فاتت هو نيت أربع شركات كبرى متع دواء مغادرة تونس لواش لأنه الفارباسي سنترال كثرت على هالديون قالك أنا من نجمش نكمل هنا في تونس شوف سامحني فيه الغباء معناها أنت الشركة ماشي في بالك يخرج عمل تفار فلوسه مش تخلصهم فيه وغدوة دواء اللي كان يصنع فيهم في تونس بأيادي تونسي وخدم مش تشريهم من عنده ومش تشريهم بالدوفيز ويبعثهم لك وقت اللي يحب هو ويتحكم لك هو في السعر المتاح هذا اللي صار في ثينة وعشرين هذا نقولوه للمواطنين قبل ما نتعدوا للملف متع لافهمي ملف لافهمي أنا في تقديري قراءتي لي شنو جيت أنت طلبت أربع عطيتك أنا واحد فاصل تسع ما معناه معناها عندي شكوك على قدرتك أنك إصلاحات متاعك مش تنقفظهم ومش تمنع هي الفكرة العامة اللي عاديناها هل سيوافق مجلس الإدارة أنا ما زال عندي شكوك أنه مجلس الإدارة يوافق عمر المصار تقريبا أنه نصطاف ليبالي جريمنت يسير أما المجلس ما يوافقش أنا عندي شكوك أنه المجلس الإدارة يوافق اليوم حلنا الباب لروحنا واضح أنه المساج الوصله لفمي أنا راني مش نعاون تونس أما مزال ما عنديش ثقة كبيرة وكتب من لوتا دعوة إلى شركات تونس أنه معاونها في المرحلة القادمة السوق المالية سعيب تتحرك لك بالوضعية هذه أولاً بش تستند دي صعب بش تشوف المجلس يوافق ثانياً وصل هالمساج أنه الثقة في برنامج الإصلاح التونسي مزالت مهتزة شوية وما زالت تأخذ أكثر وقت دوق في تقديري أنا السوق المالية معناها الناس اللي تمول البنوك تمول مش تمشي مع تونس ببرشة في المرحلة هذه ما يبقى لك يبقى لك البلاتيرال البلاتيرال اللي هو شكور اللي هو الدول اللي تجم تتعامل معها وعندها سندق سيادي وتجم تخدم معها منهم مملكة العربية السعودية منهم لمارات منهم قاطر منهم عندهم فما برشة دول عندهم سندق سيادي هذا متعارف عليه في العالم أنك التمويلات من نوع هذو هم اتفاقات تحالفات سياسية به دكورتوك اشنو وهو التحالفات السياسية الحالية لتقص تعرف انتي برشة كل ورات أنا سياسي القابل ناس من برشة دول وعندهم ديما نفس السؤال ما فهمنيش ما نش فهمين تحالفاتكم السياسية وين روما شعيب روديس أنه دولة تعلن برقيبة أنا أذكرك نهار حضرت تلسيس مسيد أحمد ونيس يحكي على الجلسة عام 65 وصفة راجيهم برقيبة قال لهم ثلاثة حاجات برقيبة هايلين قال لهم راو التحالف مع فرنسا لا رجعت عليه على خاطر الفرنسوي مش دخلنا للعالم سوبركوش غامل الحليف الاستراتيجي هي الولايات المتحت ونحن رانا مفتحين على تغيير سياسة الخارجية في كل وقت ما هاو التمشي متاع أعطينا تمشي سيقيا سعيد شنو الحلفية متاعك يا خيطنتي محسوب تتصورك مش تكتب بنتي ببيانه تقول راني نسان الموقف العربي السعودي في أوبيك بلوس مش تغير الموقف السعودي لشقاء السعوديين دولة مفتح صوتنا صوتنا مع الولايات المتحدة تقريبا صوتنا ضد ضد روسيا معناها في الأمم المتحدة أمم تخرجنا البيان مع السعودية نقابل الجزير ناخده من عند الجزير فهم كيف تفهمهم نفهمهم اذتراب وقل الدراية ومعرفة بالعلاقات الدولية الناس الكل رأي عنده في الدراقات الدولية كل شفراء العالم يحلوا الفيشة السباحة على تونس هو يعرفك من داخل عندك اضطرابات اجتماعية ويعرفك ما عندكش اتفاق مع الاتحاد التونسي للشغل وما عندكش اتفاق مع الحزاب السياسية وعارفك ان البلاد شعل على نار وعارفك انك في وضعية سيئة جدا معناها حتى كان مش يمشي معك في تحالفات استراتيجية انت ما زلت ضعيف في يسر اليوم مش نجم تحقق تحالفات استراتيجية حقيقية في المنطقة دونكن هيت ما يخمم هو معاك انه يخليك على اقل في وضع استقرار ما يقلقش المنطقة حتم الملكي مستمعي نجم يقول شبيه حتم الملكي يقول تونس في علاقة بالاتحاد الأوروبي ما تنجم مش تلعب السيئة شبيه خلنكم ما تنجم مش تلعب السيئة شبيه يقول تونس شوفو شوف تاخذ ودوتوتلي مانيير فما شكوك انها انها تحقق شبيه حتم الملكي يقول تونس يحلوا عليها الفيشة الصباح ويقولوا عندها اضطرابات وغيره فما برشا يعتبروا انه الخطاب هذي انهزامي انه الخطاب هذي انه الخطاب هذي انهزامي انه الخطاب هذي يضرب في الصميم فكرة انه تونس صحبت قرارها وسعيدت قرارها ثم عالم واقع يتحرك بتبيعتك لما صحنا مع الفمي صح البار اخرج تقرير متعفيتش على شركات الاجار المالية اخرج على زيادة كذلك على البنوك تقول انت مساج جاي يدون الفمي والصح معنا مفروض انه مش يراجع على ايجابي ايجابي على قلب درجة مقتنعوش مي الموضوع لكن هم مقتنعوش تحبني انا نحشراش في النعامة ونصدق انه الوضع انا مش بنقولك الى تونس انا تعرف بالنسباني الوضعية وش وليت ما عادش وضعية رئيس الجمهورية والحزاب وكذا تونس تونس البلاد تقاوم بكلها بدنها بكلها بشعبها بناس قاعدة تقاوم في ازمة كبيرة الكلها تفاصيل الاخرين شكون رئيس شكون شايد تونسي قاعد يقاوم فما شكون اختار انه يقاوم بشكل فردي ويمشي يحرق ويقط على روحه ويخلل الاهل اللي بلاه ويمشي على روحه فما شكون اختار المقاوم على اساس يستفيد من المرحلة الحالية ويصور اكثر فلوس ويترفق ويريجر اموره ثم شكون قاعد يقاوم بطريقته هو انه يكسر ويقسم ويهدم ويعمل في العارك لكن الجسم الحقيقي التونسي الشعب التونسي كي تهبط له من داخل وتحكي معاه يحب يقاوم في التجاه وحيد انه رجع تونس كما كانت رجعها قوية وعندها قرارة سيادي وناسها متفرهدين ولا باس عليهم المسألة بتجاوزت الرئيس وتجاوزت جاوزت كل شي لانه بديت تمس في العظم متاع الدولة التونسية واللي نحس فيه انا في الشارع انه الشعب يحب يقاوم يحب يقاوم بأزمة كبيرة تول اليوم نسمع في وزير تربيع عندكم في مزاييك والله معناها مش مش نقول لك توصيفات حسلاوتي من أحسن وزارات تربيع اللي عرفتهم تونس في تاريخ ومن أعظم الشخصيات نجم تلقاه يوصل لدرجة ما يجي حتى حل ولا يطلب من الأساد اللي بيش يرجعوا على أساس شنو على أساس الحس الوطني وحب التونس والله شيء يبكي معناها ولا نعرفه الرجل ونعرف قيمته ونزهته وشرفه وقيمته العلمية معناها تجد يروحك في وضعية واللي تقول يا معلمين منعوننا وليدات نخل مسار شغربي خل نحكي معك دقيقة في الموضوع هذا يخطر على غاية من الأهمية في اللحظات العصيبة حالة المملكي البلدان والشعوب تقف مبعضها في الظب هذا صار بعد الحرب العالمية الثانية هذا صار في بلدان الآسيا الجنوبية هذا صار في صار هذا معناها أنه سيفتح يقول يا جماعة يعيشكم رانا رانا في الحضيذ ساعات السياسي يتكلم بقلبه زاد شو المشكل فيه شوف الخطاب هذا وشوف خطاب رئيس الجمهورية يا عدش نعمل إذا كان قيس سعيد متصور مش يربح في العرقة متاعه رأي مش يربح تونس مش يربح تونس مش يربح تونس مش دك دك ما فهميش شعوب تعيش أزمات تستحق إلى قيادة ورؤية وشعب كامل تعرف أكثر حاجة تضرت فيها تونس في المدى الإخرانية ليجو تعالى تونسي تضرب فخرة التونسة برواحة ضربت ولادك مطايشين في البحر بنت ريتك طفلة زغيرة تحكو عليها بك ريه هذه كرمزية تكسر الشعوب من داخل تحرير الشعب العراقي كسرته تصور إن سيفة تشوفيه بالجنود كسرت ليتك الفخر اللي عندك أنت كونك تونسي ما عاش نجم تلقيها من بعد خطر كسرتلك القوة بالحق التونسية إنك أنت تم من بلادك ووطنيتك ودورتك الشعب التونسي اليوم ولا يحس إنه ما فهمش حل ولا يحس إنه الحل ولا فردي ولا يحس إنه عدوه هو التونسي لكن حاتم لمليكي اليوم رئيس الجمهورية اللي تحكي عليه يبني زادة سياساته الكل على هذا الانكسار ويقول أنه هذا الانكسار نتيجة سنوات من السوق الإدارة وأنه هو اليوم جاء كالمنقض ومنقض لهذا الوضع اللي يقولك زادة أصبر علي عاتينه شهرين أنا واحد بالناس عاتيته شهرين عاتيته شهرين للوالة حاتيت لشفته كي خرج المياه وسبعتاش مسح تيدي منه وتلفضت الرب وقلت لحسيبه ربي شهرين للوالة تونسي ماتو على فكرة حتى بعد خمسة وشين جويلة ماتو عشر آلاف من كورونا ولكن يعطي أنتو الدعم اللازم كشخص بنواية طيبة جاي بش يمنع بلاده قادر ماكش قادر كفوة ماكش كفوة تفهم ما تفهمش كما تفهمش تنفهموك كما تعرفش تنعونوك كما تحس رحكو وحدك تنعونوك فمعاك اللي تطلب وانتي في المرحلة هذه القادمة أنسى روحك أنتو برنامج وكلك فكار اللي عندك ويجي نخدموا بعضنا نمنعوا البلاد من الوضعية اللي عايشتها ما تبقاش تقول لي عشر سنين وعشر سنين خدت القوانجية عملونا نفس الحكاية عشر سنين قبل عشر سنين قبل دعام في مدة شهرين نهارت لي خرج المية وسبعتاش وقال ما يحكم معي حتى حد ونلغي الدولة ونلغي قوانين ونلغي كل شي زدنا سبرنا ماهاش هايرين من زمان ورينش نجم تعمل أعطيني ملف حل وقيسة ساعد في 15 شهر سيحاتنا مش نختم اليوم أحنا عنا شروط والتزامات دولة قد تكون حول الدعم كتلة أجور مؤسسات عمومية راضي مدب قال برنامج طموح جدا شفت نجم وشوف لا حكومة ما نعرفوش كان الحكومة الحالية ولا حكومة أخرى بعد البرلمان هي باش تنفذ هذا البرنامج 23 ديسمبر 22 جنفي 23 ولوحة القيادة في كلمة 2 انسيحات متفضل أنا منش مع السياسة التقاشفية خاطر يغلطوا اللي يعملوها وقت الأزمة السياسة التوسعية خير لك معنا اخدم على السوق الداخلية التونسية ادخل في زيادات متكررة متاع الأجور والمداخيرة مش أجور ماش حكاية أجور راي حكاية السوق الداخلية التونسية زيد في الاستهلاك زيد في الاستهلاك زيد في الضرعي دور العجلة متاعك وبرأ أقرب شوية من القطاع الموازي وكبر ملاسيات متاعك وعمل خطاب يشجع الناس على الاستهلاك ويشجعهم على الانتاج ونحي كدمة الخيانة والغدر والتآمر ويقول راني على ذمتكم راني أنا خدمتي رئيسة على ذمتكم أما نعطوك قصر فيه ستين بيت وثلاثين مليون وثلاثة آلاف أمن رئاسي بيش تسبنا بيهم بعدين من قلش به ربي شكرا لك حتى من الملك